السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة وطلبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس السنوات قسم نجارة الأساس النهاردة هنأخذ مادة جديدة من مواد التخصص وهي مادة المعدات مادة المعدات الصناعية هي مادة لا تقل أهمية عن باقي المواد الفنية اللي احنا بندرسها السنة دي النهاردة هنأخذ في مادة المعدات ماكينات النقر بجميع أنواعها طيب نستعرض مادة المعدات وإيه المطلوب مني والمنهج ماشي معايا خلال السنة الدراسية أول حاجة بدئين بماكينات القطع والنشر وهي مكينة منشار الصينية مكينة منشار الأركت مكينة منشار الشريط تعالى للمجموعة رقم اثنين وهي مكينات المسح والضبط وهي مكينة الربو مكينة التخانة مكينة الصنفرة المكينات المجموعة الثالثة وهي مكينات التشكيل وهي مكينة الحلية مكينة التشكيل اللي هي مكينة الحلية ومكينة التلسيل تعالى للمجموعة رقم ثلاثة وهي مكينات النقر مكينة النقر ذات البنطة الأفقية مكينة النقر ذات البنطة الرأسية مكينة النقر ذات الجنزير النهاردة نتكلم على ماكينات النقر بشكل عام وهي المسؤولة عن نقر الخشب بشكل أكثر احترافية طبعاً احنا عارفين أن المرحلة اليدوية اللي احنا بنعمل فيها النقر بالنسبة لطالب النجارة الأساس هي عملية الأزميل وعملية الشرح والتمرين الابتدائية دي تشرحناها من خلال سنة أولى صف التاني أما صف التالت فبندرس فيه الميكانة وإزاي الميكانة بتدخل بشكل كبير جداً في عملية الشغل عندنا بشكل دقيق وبتبدأ أن هي تعمل عندنا الشغل اللي هو بنقول عليه الماسكن بروداكشن الانتاج الكمي الآلي النهاردة هنبدأ ونقول أول حاجة تخصينا فيه المادة العلمية بنقول أن أنا بدرس المكن من خلال أوجه الاستعمال أهم الأجزاء العملية الصناعية التي تنفذ على المكينة رسم شكل مبسط للمكينة يبقى احنا قلنا أهم الأجزاء استعمالات المكينة رسم مبسط للمكينة التشغيل الصينة أهم أجزاء المكينة بنقول جسم المكينة مصنوع من الحديد الظهر المسبوك وتكوينه معدل حملة أجزاء المكينة طبعاً تعالى نتكلم على جزء بتاع جسم المكينة بشكل عام للمكن هنقدر أن نحن نتكلم بنقول أن جسم المكينة يصنع من الحديد الظهر المسبوك ومعدل حملة أجزاء المكينة مسبت بقاعدة خرصانية في أرضية الورشة بصمولة ربط وأخرى زم هنخش على جزء تاني العربة العربة هي عبارة عن كرصة مستوية لتثبيت المشغولات عليها بفتيلة التثبيت والعربة معشقة مع جسم المكينة بمشقبيات غنفارية لتتحرك العربة يميناً ويصراً يبقى العربة بتتحرك يميناً ويصراً عن طريق مشقبيات غنفارية تمام؟ بواسطة الزراع متصل به ومركب بتعشيق التروس ويمكن تحريك العربة بواسطة عمود ألاوز اللي هو بنقول العجلة نفسها إلى أعلى وإلى أسفل يبقى العجلة بتتحرك عندنا عن طريق الرسمة بتتحرك العربة إلى الأمام عن طريق زراع مسبت بجسم المكينة خلاص؟ طيب أنا عايز أحرك يميناً ويصراً فيه دراعة تاني معشقة بتعشيق التروس في المكينة بقدر أن أحرك يميناً ويصراً عشان اتساع النقر تمام؟ ويمكن تحريك العربة بواسطة عمود قلوز إلى أعلى وأسفل لضبط مكان النقر أمام جهاز البنطة فيحرك الصانع هذه العربة حسب أبعاد النقر حتى يتحقق من أن البنطة تنطبق على مكان النقر تماماً عند العمل وهي تنزلك في اتجاه على عمود محور المكينة بواسطة اليد المسبتة بها تمام؟ تعالوا نخش على جزء تاني ونقول الرسمة طبعاً جزء مهم جداً عندنا وهي عبارة عن كرسيين مركبين عليهم عمود محور المكينة ينتهي من أسفل أو من الطرف بظرف تثبيت بونطة صقب الأخشاب تتغير هذه البنطة حسب اتساع النقر وتتحرك هذه الرسمة إلى أعلى وأسفل بواسطة يد مسبتة بها يوجد أيضاً برسمة البنطة دليل تحديد عمق النقر المطلوب ومركب في العمود في الظرف لقم لربط البنطة المختارة حسب اتساع النقر ويعمل العمود بواسطة سير لنقل الحركة من المطور تعالوا خش على سكينة التربيع سكينة التربيع دوه جزء خارج المكينة جماعة بنقدر أن احنا نبعد بعيد عن أجزاء المكينة اللي هي بتتكون ولكن جزء مهم جداً بنقول أنه هو عامل زي المنقار أو الأزميل بنقول هي سكينة التربيع هو سكينة خارج المكينة تستخدم باليد اعتماداً على القوة البدنية وهي تستعمل لاستعمال نهاية النقر إن أنا بحديد نهاية النقر عن طريق سكينة التربيع تعال نبص سكينة التربيع أهيد زي ما انت شايفها كده ده شكل وده شكل وده شكل ده بيبدأ أنه هو يشيل معايا نهاية النقر زي ما هو موجود عندك في الصورة بنقدر إن إحنا نشيل بي الأجزاء الغير أو مكينة النقر بتعمل النقر لافف إحنا بنحاول إن إحنا بنخليه النقر ربع تعالى نخش على رسم المكينة أركز بقى معايا واحدة واحدة أول جزء ده جسم المكينة ده جسم إيه المكينة قلنا يصنع من الحديد الظهر ومعد الحمل أجزاء المكينة تمام؟ ده كلها الرسمة تمام؟ جزء المتحرك جزء إيه؟ المتحرك ده جزء إيه؟ المتحرك بتاع الرسمة نفسها ده الزراع دوت اسمه زراع إيه؟ زراع لتحريك عمود النقر ده بيحرك إيه؟ الرسمة نفسها إيه؟ إلى الأمام وإيه إلى الخلف طيب تعالى هنا ده عجلة لرفع وخفض العربة يعني تعالى لتاني نقطة التحريك أهي ديت بترفع وتخفض يعني أنا دوت بيطلع للأدام زراع لتحريك عمود النقر ودي عجلة لرفع وخفض العربة يبقى بدأنا نرفع على حسب تحديد مكان النقر طيب تعالى هنا تالت جزء تحريك ونركز بقى في أجزاء التحريك بتاعتنا بتاعت المكنة يدل تحريك العربة نفسها طيب يدل تحريك العربة ديت ليه يا جماعة؟ قال إن العربة ديت تتحرك يمينا ويسارا على حسب اتساع النقر يبقى فيه عندي أول جزء تحريك الأمام والخلف دوت بيحدد معا العم يعني بيخش أدية تلتين تلتا على حسب ما أنا عايز طيب التحديد بتاع مكان النقر في النص أو للأمام شوية أو على حسب النقر نفسه بتعمل فين؟ مين اللي بتحركه لي؟ العجلة ديت هي اللي بترفع وتنزل معايا الجزء بتاع الخشب التحديد عمق النقر طيب تعالى الجزء التالي بتاع التحريك وهي اليد ديت يد لتحريك العربة ببدأ إن أنا حرك العربة نفسها يمينا ويسارا على حسب اتساع النقر إن أنا بوصل المحورين أنا بادخل جزء من البنطة ماشي؟ عمل السقب الأولاني بعد كده بحرك العربة إلى النهاية اللي هو اليد ديت خلاص؟ بابدأ أعمل السقب التاني وابدأ أوصلهم الجزء دا وتبضغط سنة سنة على عمود زراعة تحريك عمود المنقر وابدأ أحرك بيد تحريك العربة طيب تعالى هنا دا سير نقل الحركة دا السير بتاع النقل لإيه؟ الحركة دا زرار لشد السير طبعا زرار السير ممكن يبقى فيه عملية الخاء فبضطر إن أنا أعمل له عملية شد عن طريق مشد أو زرار لشد السير خلاص؟ طبعا دا المطور تعالى هنا ونشوف حاجة مهمة جدا ديت اسمها الزرجينة للضغط الزرجينة لإيه؟ للضغط خلاص؟ وهنا الزرجينة للضغط ديت هي اللي تمسك قطعة الخشب معي طب تعالى نبص بقى هنا اسمها الجشمة أو ظرف لتزبيت البنطة دوت الظرف دوت ببدأ إنه هو ليه مفتاح ببدأ إن أنا أضغط عليه عشان يفتح لي الظرف بتاع البنطة دخله وبعد كده بقفل الظرف بحيث إن الظرف دوت متحرك بيتحرك عن طريق مفتاح عامل زي الشينيوب بالضبط يا جماعة اللي هو بنقول عليه مكنة المسقاب ده السير نفسه يبقى احنا قلنا زراع العربة عجلة كل الحاجات ديت محور التشغيل نفسه طبعا ديت البنطة وده زرار التشغيل تعالى نبص المكنة أنا رسمت لك رسم كروكي في الرسم اللي فاتت يا جماعة لو أنت بصيت كده ده الرسم اللي أنت المفروض ترسمه الرسم الأكاديمي اللي أنت المفروض ترسمه في الامتحان اللي هو بنقول عليه ده مسقط رأسي للمكينة مسقط رأسي للايه للمكينة طيب الجزء اللي أنت مش مطالب أن أنت ترسمه ولكن موجود في السوق عشان تبقى عارف الشكل بتاعه اللي هو رسمة الصورة الفوتغرافية للمكينة نفسها آدي صورة فوتغرافية للمكينة وهي موجودة في المعرض أو في الأسواق بالشكل اللي أنت شايفه قدامك دوت طبعا الرسمة المطلوبة مننا الرسمة اللي فات مش الرسمة ديه الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من أختار المكينة فيه احتياطات لازم أخذها للوقاية من أختار المكينة التأكد من سلامة الوصلات القهربائية وعدم وجود ماس قهربي لجسم المكينة دي رقم واحد وده تقريبا موجودة في المكينات بشكل عام التأكد من إحكام تثبيت البنطة في الجشمة ديه تخاصة بمكينة النقر فقط لا غير عدم تحريك البنطة أثناء سقب الخشب ما بحركش البنطة أثناء سقب الخشب لأنها ممكن تسبب عندي مشكلة وهي كسر البنطة أو عملية حرق للخشب تعالى نكمل بيت الاحتياطات عدم المبالغة في الضغط على المكينة طبعاً لأنه المبالغة بعمل جهد على المطور بعمل جهد على البنطة بعمل جهد على حتة الخشب ضرورة استخدام البنطة المناسبة لألياف الخشب مهم جداً يا جماعة أن أنا أبقى فاهم أني فيه بنط للأخشاب الصلبة وفيه بنط للأخشاب الليلة وعلى حسب نوع الخشب طيب من حيث النوع والشكل حتى لا تتعرض للكسر أثناء العمل ده طبعاً كله خاص بمكينة الايه؟ النار ذات البنطة الأفقية طيب تعالى نشوف الصيانة استخدام وسائل التبريد المناسبة خاصة عند سقب الأخشاب الصلبة وباستخدم طبعاً عملية الميا أو الزيوت أو كلام ده كله لعملية التبريد عملية السقب أو عملية النقر بترفع درجة حرارة البنطة فبنضطر إن احنا نعمل لها عملية التبريد للجزء بتاع البنطة تزويد المحاور والتروس بالزيت والشحم لسهولة حركة طبعاً بزود الطرق المحاور والتروس بالزيت والشحم عشان تبقى فيه سهولة الحركة نفسها بتاعت التروس نفسها مراعاة عدم ارتفاع حرارة البنطة بسبب قسرة العمل والضغط عليها الغير مناسب أثناء العمل تعالى نكمل بإيه السيانة التأكد من سن البنطة وحفظها في مكان العدد اللازمة بمكان فيه متناول يد العمل طبعاً إن أنا بحفظ البنطة في مكان مهم جداً لسبب واحد إن هي بتبدأ تفرق معايا إن عدم ارتطامها بأي جزء صلب بتبدأ البنطة تعيش معايا فترة طويلة جداً بنبدأ إن احنا نستخدمها في مكان قريب من يد العمل بحيث إن يبقى ما يطالوش على حركة الانتاج طبعاً بنقول خلع البنطة من الجيش ما بعد الانتهاء من العمل ده مهم جداً وعدم تعريض المكان للارتطام طبعاً حيثة ارتطام الجزء بتاع البنطة بيدي كسر إيه؟ إيه البنطة إيقاف تشغيل المكينة عند سماعة صوت غير مألوف صادر منها طبعاً صوت مألوف بتسمع صوت خطة أو تسمع صوت تزيئة أو صوت بتبقى مش الصوت الطبيعي بتاعة تشغيل المطور بتبدأ توقف المكينة وبتبدأ إن أنت تعمل عملية تغيير أو تشوف الجزء ده إذا كان ناجم عن شرز قهرابي أو ناجم عن عدد سير أو ناجم عن ضغط على المكينة أو ناجم من المطور عشان ما تقدرش إن أنت تجيب خطأ أكبر من كده فلازم إن إحنا نوقف المكينة ونشوف العيب اللي موجود اللي نشأ من خلال المكينة تابع الصيانة استخدام البنطة المناسبة للعمل وعدم تشغيل المكينة أكثر من اللي لازم طبعاً المكينة تشتغل عندنا أقصى لحد ليها من 6 إلى 8 ساعات عند حدوث أي عقل فهجب أن يتم إصلاح المكينة وتغيير الجزء التالف التأكد من إحكام تثبيت البنطة في الجاشمة في مكان النقر عند قطع الأخشاب أمام البنطة تعالوا نبص كده ده منظر ده أفقي للمكينة ده جنبي للمكينة ده تسمعها نظرية التشغيل يا جماعة اسمها نظرية لايه؟ التشغيل نظرية التشغيل للمكينة المنقر إن أنا أولاً ببص بشوف حركة البنطة قد إيه؟ ده شكل النقر ده الشكل بتاع الجانبي طبعاً ده عمق النقر ده الوش بتاع النقر اللي هو السمك نفسه اللي بعمل عملية النقر فيه ده نظرية التشغيل تعالوا نقش على مكانة النقر الرقصية الوضع بنقول إن المكينة دي بتتفق فيه الأجزاء وطريق التشغيل مع مكينة المسقاب ذاته الوضع الأفقي إلا إنها تركب عمود محور المكينة والبنطة تعمى جميعها في وضع رقص يعني دي كان بتشتغل في وضع أفقي اللي هي اللي التانية دي في وضع رقصي وبنقول عليها عملة زي المتقاب بالضبط في الشكل بتاعه تعالوا نبص أتلاقي جسم المكينة أهوت مكنة بشكل رقصي عملة زي مكنة المتقاب دي رسمة العمود الجزء اللي هو بتاع تحديد النقر عندي طبعا زراع لتحريك الجزء دوت إلى الأعلى وإلى أسفل عندي دية زرجينة ببدأ أضغط بها على حيطة الخشب عشان متحركش معي عندي هنا عجلة لتحريك العربة دية عجلة بحرك العربة يمينة ونسارة دية لرفع وخفض العربة بتبدأ ترفع وتخفض معي العربة ده انتفق في جزء دوت مع المكينة اللي فاتت بالضبط خلاص دي طبعا طار الرفع وخفض قال ايه قال عربة ودية للتحريك وده جسم المكينة طبعا تعالوا نخش على المكينة التالتة وهي مكينة النقر ذاته الجنازير تعالوا نركز بقى معي وبنقول وهذه المكينة تختلف عن مكينة النقر ذاته البنطة في الجنازير فقط أما الأجزاء والتركيب متشابهة وكذلك الاستعمال إلا أن البنطة في حالة سقبها تدور حول نفسها مبينة الجنازير يدور من أعلى إلى أسفل على لقم أو ترس من الحريد ويختلف عرض الجنازير حسب النقر المطلوب يعني عرض الجنازير ده بيختلف على حسب الايه؟ النقر المطلوب يعني عندي النقر بتاعي عرضه بيختلف النقر بتاعي هيبقى 4 سنتي بيجيب له جنازير 4 سنتي و 3 ملي النقر بتاعي 6 أجيب جنازير 6 سنتي و 3 ملي تمام؟ وماكينة النقر ذات الجنازير تفضل فيها المصانع طبعا قولنا أن هي دي بتعمل عندنا عملية الماسكن بروتدكشن اللي هي إنتاج الكمي الآلي خلاص فيها المصانع عن ماكينات ذات البنطة لإنجازها العمل بسرعودية تهميني جدا في الماكينات ألا أن ماكينة المنقر ذات الجنازير تعطينا نقران مربعا فيها الزوائد ده طبعا ما بيستخدم قلوس كينة التربية ماكينة الحلية تعال نشوف ماكينة الحلية دي بنقول استخدام الماكينة من أهم الماكينات اللازمة بوجودها بورشة النجارة وتستخدم في عملية الحلاية والقرانيش المستقيمة والمنحانية في أشغال الأساس والعمارة كما يمكن عمل عدة عمليات مثل إيه بقى أفريز وتلسين ومفاحير وكعب غنفان ماكينة الحلية جماعة من الماكين المهم جدا اللازم بستعين به في كل ورشة وبتقوم معايا بعدة مهام رئيسية هي عملية تلسين وعملية حلية وعملية مفاحير الكلام ده كله بتقوم بعدة بيه مكينة مثلا زي الصينية ومكينة الحلية بتقوم بقى الماكينة بتاعت الحلية دي بالجزء بتاع عملية التلسين يبقى أنا وفرت مكينة تلسين عملية مفاحير وفرت مكينة صينية وبنبدأ ان احنا نتعامل مع الماكينة ان هي بتقوم بعدة وظيف وما فيش اي مكان نقدر نستغنى بيه عن مكينة الحلية أهم أجزاء الماكينة جسم الماكينة قلنا جسم الماكينة معدل حمل أجزاء الماكينة ويزبق من الحديد الظهر مسبب قاعدة خرصانية في أرضية الورشة بصمولة ربط أخرى زن تعال نخش على الجزء الثاني القرصة تصنع من الظهر سطحها العلوي مسخول بواسطة فتحة يمكن توسيعها برفعة الأطواق طبعا الأطواق دي هي اللي بنبدأ ان احنا نتحكم فيها اللي هي بتاع التحريك الكستير يتحرك داخلها الفتحة عمود الكستير وبالقرصة مجريرتين تساعد على حركة الزوايا على حسب الحاجة العمل وفي بعض الأحيان يمكن تركيب أعمدة للضغط على المشغولات فيها تان المشقبيتين يعني يبقى في بعض التركيب بنبدأ ان احنا نحط أعمدة للضغط زي الزرجين أو الأمة بتضغط على المشغولات في المشقبيت نفسها تعالوا نخش على عمود الكستير بنقول يصنع من الحديد الصلب أو من الصلب الرأسي الوضع مركب على كرسيين محور الكستير ببواسطة العجلة المثبتة بجسم المكينة المتصلة بتعشيق الطروس خاصة وعمود مقلوز متصل بالرسمة اللي هي بنقول عليها محور التحريك بتاعنا يبقى عمود الكستير يا جماعة مهم جدا ان انا بقى فاهم ان هو مصنوع من ايه ووضعه ايه وبالنسبة لتذبيته في جسم المكينة ومتصل بايه لان دوت هو اللي يبدأ يحرق لنا وعمود الماكنة بشكل عام وبشكل كبير جدا تعالوا نخش على الطنبور بنقول ان الطنبور دوت مركب على عمود الحلية لإدارة لإدارته ويأخذ حركته من المطور بشكل خاص بذلك المطور يعني طبعا الطنبور دوت بنقول عليه ان هو جزء ملحق بالمكينة بمتصل بالمطور بشكل مباشر الماكنة بتلف المطور بيبدأ ان هو ينقل الحرك عن طريق السير لعمود محور المكينة بنقول عليه الطنبور دوت حاجة من المهمة واتساعه قطر بتاعه بيفرق معانا في السرعة طبعا التنبير على حسب قطر بتاعه كل ما قال الطنبور كل ما زادت السرعة وكل ما زادت الطنبور كل ما قالت السرعة عندنا لانه بيأثر على عدد لفات المكينة اللي هي بتوصل لستة الاف لفة في الدية تعالى شوف الجشمة الكساتير تركب بأعلى محور المكينة وهي معدة لتثبيت الكساتير بها واحيانا توقد مشقبية لنفس الغرض بنقول الجشمة دية يا جماعة من الحاجات اللي هي مهمة جدا بتركب بأعلى محور المكينة وهي معدة لتثبيت الكساتير بنسبت بيها الكساتير طبعا بتفرق معانا كتير جدا لان المكينة دية خطر اي حارقة او عدم توازن الكساتير بتفرق معانا في حياة بنايبا واحيانا توجد بيها مشقبية لنفس الغرض بنقول بقى الكساتير بنقول من السلب مختلفة بشكل الحلية المطلوبة تشكل عكسي وذلك تبعا لانواع الحلية المختلفة كالبسطوم والجي والصنارة والقرموتية والخشخان والتصبيع واحيانا يلزم تركيب عدة كساتير لعمل حلية عريضة اللي هي فرنطون طبعا يا جماعة الحلية او الكساتير او التشكيل بتاع عمود الكساتير نفسه بيفرق معايا بشكل كبير جدا ان شكل الحلية نفسه بيبقى معكوس معايا بشكل كبير جدا يعني لما نيجي نتكلم ونقول ان انا عندي الحلية بطير معكوسة يعني لما بتكلم عن الجاية او تصبيع او اين كان شكل الحلية بيفرق معايا ان الشكل اللي هو من السلب بتاع كساتير بيبقى عكس الحلية نفسها المطلوبة بشكل كبير جدا بنبدأ ان احنا نعكس الحلية الموجودة عندنا وبنبدأ ان احنا نشكل بيها دليل المشغولات تركب على سطح القرصة وتتحرك على المجرداتين الموجودتين بيها حسب المطلوب يبقى الزاوية نفسها ديت بتزبط معايا شكل الحلية نفسه بتزبط معايا شكل ايه؟ الحلية نفسه طبعا لما الزاوية ديت اللي هي الدليل بتتكون من جزء اين؟ الجزء الاولاني بيبدأ يخش ويطلع على حسب بروز السلاح وهي ديت اللي بتحدد الحلية معايا بشكل كبير جدا وبتبدأ ان هي تزبط معايا الشغل وهي جزء مهم جدا يبقى دليل المشغولات تركب على سطح القرصة وتتحرك على المجرداتين الموجودتين بيها حسب المطلوب واحيانا يثبت عمود للضغط على المشغولات المستقيمة يبقى عمود يستغل فيها الضغط على المشغولات المستقيمة اما فيها المشغولات المنحنية فيركب عمود اضافي فوق القرصة يبقى في المنحنية بنركب عمود اضافي فوق القرصة نفسها خلف عمود الحلية يحتوي على حلقات تتسع كرة او هلالة تعالي نتكلم على كاروسيين المحاور ويثبت عمود المحور المكينة كما توجد بعض اجزاء اخرى مثل العجلة لرفع وخفض الرسمة طبعا كراوس المحاورة دي يا جماعة من الحاجات المهمة جدا اللي هي بتنبدأ نحرك بيها الشغل بتاعنا بشكل كبير جدا بنقول ان هي عجلة لرفع وخفض الرسمة نفسها تعالي خش على التشغيل يركب الكساتير بعد ان يشكل بشكل الحلية العكسي وذلك حسب الرسم المطلوب في ضبط الزوايا تثبت على القرصة وتنتقل الحرقة للمكينة بعد ان تأخذ حرقتها الاعتدية يضغط العامل على قطعة الخشب على القرصة ويمررها على كساتير حتى تقشطها على حسب نوع الحلية المشقلة يعني طبعا احنا بنقول الحلية بتاعتنا عكسية بنبدأ ان انت الشكل بتاع الحلية عكس الحلية اللي المطلوبة يعني بتبدأ بنقول عليها زكرة وونسة اللي هي الشكل نفسه بيبقى عكس الحلية المطلوبة انت عايز حلية غري بتبقى الموجة او موجة مقلوبة بتبقى معكوسة في الكساتير الصل طبعا بنعمل عملية ضغطة او تثبيت اللي الجزء بتاع الزاوية بعد ما بيحدد العمق بتاع الجزء بتاع الكسير اهم العمليات التي يتم تنفيذها على مكانة الحلية تنفذ الحلية والقرانيش المستقيمة يبقى تنفيذ الحلية الاول حاجة نتكلم عليها العملية رقم واحد تنفيذ الحلية والقرانيش المستقيمة تعالى نقول ان تنفيذ الحلية والقرانيش المستقيمة اختيار وانتقاء الكسير لتشكيل الرسم المطلوب يبقى اول حاجة بنتقي او بختار الكسير اللي هو على حسب الرسم المطلوب عندي سواء جاية او بسطوم او خرشخان او اين كان يسبت العامل الفني الكسير بعمود المكينة بحيث يكون مجهز لعمل الحلية المطلوبة تمام يتم تحريك الزاوية الى الامام او للخلف لضبط عمق الحلية على حسب الحلية نفسها دخل اقد ايه في الخشب اللي احنا هنعمله يتم رفع القرصة او خفضها حسب ارتفاع تشكيل الحلية يتم رفع القرصة او خفضها حسب ارتفاع تشكيل الحلية يعني انا الحلية دخل النص او دخل تلتين او دخل الكل او دخل اي ان كان الوضع بتاعها بابدأ بارفع القرص بتاعته وقفضها على حسب شكل الحلية وحسب عرض الحلية نقل الحرقة للمكينة والانتظار حتى تأخذ كامل سرعتها يبقى بنقول بينقل الحرقة للمكينة والانتظار فترة وجيزة حتى تأخذ المكينة سرعتها طبعا ما بأول ما بشغل ما بتغطش قطعة الخشب بتبدأ من هي قطعة الخشب لو المكينة ما خددش سرعتها لإما يحصل طلب في المطور لإما بيحصل نطر لحيطة الخشب يضع العامل ألفاني قطعة الخشب على القرصة باحتراص طبعا انت بتبص وبتبدأ تضغط قطعة الخشب في الزاوية بتضغط عليها باحتراص وبتبدأ تدفع قطعة الخشب للأمام بنقول يبدأ العامل في تمرير قطعة الخشب مطابقة للزاوية يعني بدفع مع قطعة الزاوية نفسها ضغط على الزاوية نفسها أمام الكساتير تمانية يقشط الخشب تبعا لتشكيله طبعا الحلية نفسها بتتقشط أو بيعملها عملية تشكيل على حسب شكل الحلية نفسه يسحب العامل قطعة الخشب للخلف مرة أخرى باحتراس بسحبها بعد ما بخلص التشكيل للتأكل من التشكيل طبعا في جزء هيرب مني بابدأ أن أنا أمررها تاني على التشكيل بحيث أن هي الجزء اللي هيرب مني أو الجزء اللي ما تعملش بشكل كامل بابدأ أن أنا أعمل له عملية تشكيل يعاد العامل القرى يعاد العامل القرى مطابقا للزاوية أو أمام الكستير يعني أنا بقرر أن العملية دي التاني عشان بتعمل عملية تنعيم للجزء اللي هو المقشوط واستمر في الدفع باحتراس حتى تحصل على تشكيل قطعة الخشب يعني أنا ببدأ أن أنا أقرر العملية الدفع عشان عملية تحسين لجزء الحلية بحيث أنها تطلع لو فيها حاجة اسمها عضة أو جزء ما تعملش بتبدأ أن أنت بتمرره وبتعمل عملية تنعيم أن الكستير بيمر أكثر من مرة على الجزء المراد حليته المطلوب تكرار هذه العملية بعد قطع من الخشب والمراد بالحلية بعد الانتهاء توقف المكينة ويجب الاحتراس من التعامل مع القرص والكستير هناخد أسئلة عامة على مادة المعدات بشكل مفصل وهنبدأ أن احنا نعرف الأسئلة إزاي في مادة المعدات بالجنة وإزاي إحنا بنتعامل معها بشكل صحيح تعالى أول سؤال عندنا بيقول لي أذكر خمس من أسباب كسر سلاح الشريط أول أسباب من أسباب كسر سلاح الشريط هو عدم استخدام أسلحة مناسبة لنوعية الخشب طيب تاني حاجة عدم إرخاء الطارة التابعة بعد الانتهاء من العمل تالت حاجة عدم استخدام زاوية بصفة مستمرة يعني باستخدم ايه؟ دورنا على سطح المكينة بصفة مستمرة ما بقدرش أن أنا أستخدم الزاوية فيه طبعا الزاوية يا جماعة بتستخدم فيه عملية الشق الطول للقاتر العرضي دي وظفة الزاوية ولكن فيه بعض العمال أو بعض الأسازة بيستسهله أن يعمل عملية الدوران ويعتمد على قوة أو إتقان المهارة أنه هو يلفها ولكن السلاح ما بيستحملش الضغط دوت أو الشغل دوت فبالتالي بيتكسر ودوت من أسباب كسر إسلاح الشريط طبعا عدم تزييد وتشحيم لقم التوازن طبعا لقم التوازن ديت بتحدد المصار بتاعي بتاعي الخشب بشكل كبير جدا تعالى السبب تاني وهو وجود أجزاء معدنية مغروسة في الأخشاب زي إيه الأجزاء المعدنية ديت قال الأجزاء المعدنية المغروسة في الأخشاب ديت اللي هي المسامير خلاص المسامير ديت أجزاء معدنية مغروسة في إيه قال القلب الأخشاب بتأدي معي لكسر سلاح الشريط طيب يبقى دولة عندي سبع أو تمن أسباب إحنا عايزك في الامتحان عندنا بتقول منهم خمس أسباب بس طيب تعالى ليه سؤال تاني بيقول لي أذكر أهم أو أشرح أهم أجزاء مكينة منشار الشريط يبقى أذكر أو أشرح اللي اتنين واحد جماعة نبدأ إن إحنا نتعامل مع السؤال عندك وقت في الامتحان تقدر إن أنت تشرح فيه أشرح قدرت إنه هو قالك أذكر تبقى تذكر الأجزاء تعالى نتكلم على أول جزء فيه مكينة منشار الشريط بنقول جسم المكينة يصنع من الحديد الظهر المزموك ومعدل حمل أجزاء المكينة مسبت بقعدة خرصانية في أرضية الورشة بيسمون لربطه أخرى إيه؟ زن طيب تعالى نتكلم على جزء رقم اتنين وهو القرصة بنقول عليها أفقية الوضع بها مشقبية لمرور سلاح أشريط بها مسبت عليها زاوية وهي دليل المجهولات طيب تعالى نتكلم على جزء تاني وهو أطارة القائدة بنقول أطارة القائدة هي ذاتية الحركة تستمد حركتها عن طريق المطور بشكل مباشر مغطاة بطبقة من الكوتشوك أو الفلين أو البلاستيك لمنع إنزلاق سلاح أشريط عليها طيب تعالى نتكلم على أطارة التابعة بنقول مساوية فيها القطر والحجم والشكل للطارة القائدة توجد فين يا جماعة؟ توجد أعلى المكينة مغطاة طبعا بطبقة من الكوتشوك أو الفلين أو البلاستيك نفس الطارة القائدة لمنع إنزلاق سلاح أشريط طيب تعالى الكلام على أسلاح الشريط بنقول تستخدم الأسلاح طيب يصنع من أين الأول يا مستر؟ يصنع من الصلب المارين أول حاجة تستخدم الأسلاح العريضة للشق الطولي والقطع العرضي تستخدم الأسلاح العريضة للشق الطوري والقطع العرضي وتستخدم الأسنان الديقة أو الأسلاح نفسه ديق لعملية الدوران طيب إحنا كده قلصنا العرض بتاعه عريض أو كنز طيب تعال نتكلم لي على الأسنان بتاعته الأسنان بتاعته لو واسعة بتستخدم في الأخشاب الليينة طيب الأسنان بتاعته لو ديقة تستخدم فين؟ في الأخشاب الصلبة يبقى السلاح عندي من الصلب المارين ماشي تستخدم الأسلحة العريضة والأسلحة الديقة الأسلحة العريضة تستخدم فيها الشق الطولة للقطع العرضي تستخدم الأسنان الوسعة لعملية الأخشاب الليلة والأسنان الديقة لعملية الأخشاب الصلبة تعالوا نخش بعد كده على الجشمة وهي طارة لرفع وخفض الطارق التابعة أنا بشد منها من خلالها سلاح أو الكستير بتاعي بتاع سلاح الشري بابدأ إن أنا كل مبدأ أشتغل على المكينة السلاح بيسخن معي باضطر إن أنا عملله عملية شد باضطر إن أنا عملله عملية شد عن طريق الجشمة توجد أعلى المكينة هي طب بترفع الطارة ديت عن طريق عمود مقلوز خلاص عمود قلوز بابدأ أشد وما انساش إن أنا بعد ما خلص عملية الشد ديت بعد الانتهاء من العمل بعمل عملية أرخاء للطارة التابعة عشان السلاح بمجرد إن هيرجع لعملية البرودة بتاعته لعملية الانكماش هيبدأ إن هو يفرقع أو يكسر وده كان من أسباب كسر سلاح الشريط برضو طيب تعال نتكلم بعد كده على مفتاح التشغيل وبنقول عليه مفتاح زيتي لتحمل الأعباء القهربية وامتصاص الشرز القهربي طبعا بنقول إن القهربة بتاعتنا شغالة أكتر من 3 فاز 3 فاز فيما أعلى طبعا بنضطر إن احنا نشغال لها مفتاح خاصة بنقول عليه مفتاح زيتي لتحمل الأعباء القهربية وامتصاص الشرز القهربي تعال نتكلم بعد كده على السياج وهو أغطية وقية لحماية العامل أثناء العمل على الماكينة طبعا وإن شغال وارج جدا إن السلاح ينفجر فيه وشي فيبدأ زي الطالب أو المعلم أو العامل أو الصانع فبضطر إن أنا بعمل حاجة اسمها السياج السياج دوت هو غطاء ببدأ إن أنا غطي به الطارة القائدة والطارة التابعة بحيث إن هو يحميني أثناء العمل على الماكينة تعالنا نتكلم بعد كده على فرشاة وهي فرشاة توجد أسفل الماكينة لإزالة بنقول عليها لإزالة إيه؟ لإزالة نشارة الخشب أو ما تحدثه الأسنان من تآكل للأخشاب طيب تعالنا نتكلم على لقم توازن عليا وهي توجد أعلى الماكينة حرة الحركة واللي سبتة الحركة بنقول هي حرة الحركة طيب وظفتها إيه مستر؟ لتحديد مصار سلاح الشريط طيب بتبقى حرة الحركة اللي بناسفقت دي لما باجأ حركها بقى هي عبارة عن بليتين بيبدأوا إن هم يحركوا أو يزبطوا السلاح في المصار الصح بتاعه بيزبطوا السلاح في المصاري إيه؟ الصح بتاعه ببدأ إن أنا من خلال البليتين أو اللقم التوازن العليا إن أنا ببدأ أحدد المصار طيب ببدأ إن أنا أحرك بتبقى علبة موجودة كده ببدأ إن أنا أفك العصفورة بتاعتي وأبدأ أزبط على اتخانة بتاعة الخشب بتاعتي وأبدأ إن أنا أسيب من مسافة من 5 ل7 سنطي طيب ليه؟ عشان عناية تشوف سواد العالم عشان عناية تشوف إيه؟ سواد العالم طيب لقم التوازن السفلة لقم التوازن السفلة ديت مش هيفرق معي حرة الحركة أو سبتة الحركة لأن هي موجودة أسفل القرصة ولتحديد مصار سلاح الشريط لتحديد مصار سلاح لإيه؟ الشريط طبعا لقم التوازن العليا مع لقم التوازن العليا السفلة بيبدأوا إن هما يزبطوا معي السلاح بشكل كبير جدا طيب تعالي نتكلم على دليل المشغولات وهو الزاوية توجد أعلى القرصة وتسبت بمشقبيات غنفرية عن طريق مسامير لتحديد إيه؟ العروض وصمك الأخشاب طبعا إحنا منقول عليها حرة الحركة لازم تبقى حرة عشان عندنا العروض بتاعت الأخشاب مختلفة وعلى حسب العروض وعلى حسب الصمك يبدأ إن أنا أتعامل مع الزاوية طيب كده إحنا خلصنا أهم أجزاء ماكينة منشار الشريط طيب تعالى نخش على استعمالات أول سؤال كان عندنا أتكر5 من أسباب تكسر سلاح الشريط تاني سؤال أتكر أهم أجزاء ماكينة منشار الشريط تعالى بقى نخش على استعمالات ماكينة الربو مكينة الربو يا جماعة من المكينات المهمة جدا عندنا وتعالى نتكلم على الاستعمالات بتاعتها تستخدم مكينة الربو في عملية مسح واستعدال أسطح المشغولات بقى عمل عملية مسح واستعدال أسطح المشغولات طيب بس كده مستر قال لي لأ أن المكينة دي بتقوم معايا بدور كبير جدا وهو ايه إن أنا بعمل عليها أفريز بعمل عليها مفاحير مع تغيير السلاح خلاص بعمل عملية سلب أرجل المناضد وأرجل الكراسي يبقى عملية مكينة الربو من المكينات المهمة بتعمل عملية مسح واستعدال أسطح المشغولات لإعدادها لإيه لماكينة التخانة تاني حاجة مكينة الربو بتعملها معايا عملية سلب الأرجل المناضد وأرجل الكراسي تالت حاجة بتعملها معايا إن أنا ممكن أعمل عملية إفريز عن طريق إن أنا بحرك وطبعاً الحاجات ديت من الأسئلة بتاعت الدبلوم يقول لك إيش راح طريقة عمل إفريز على ماكينة منشار الربو أو ماكينة الربو خلاص وممكن إن أنا ممكن أغير السلاح كله كامل وغير وأعمل عليها مفاحير تخدت بالك يبقى الماكينة ديت ماكينة بتقدر تقوم بشكل كبير جداً في عملية أفريز في عملية مفاحير في عملية سلب أرجل في عملية مسح والسعدال اللي هي الوظيفة الأساسية بتاعة ماكينة الربو تعالوا نخش على سؤال تاني أذكر أهم أجزاء ماكينة الصنفرة ماكينة الصنفرة جماعة من الماكينات اللي هي بتعمل عملية سقل وتنعين لأسطح المشغولات طيب ماكينة الصنفرة ديت الماكينة الوحيدة اللي عندنا في المنهج بتبدأ إن هي ماكينة بنقول عليها ماكينة متحركة مش ماكينة سبتة يعني كل الماكينة عندنا ماكينة منشار ماكينة حليا ماكينة ربو أي كل دوت ماكينة تقيلة متسبتة في أرضية الورش الماكينة الوحيدة المتحركة عندي أو بنقول عليها نقدر نحن نحركها من مكانها أو نستخدمها من مكانها هي ماكينة الصنفرة طيب بتستخدم في إيه ماكينة الصنفرة ديت؟ بتستخدم في عملية تنعين أسطح المشغولات والتشطيب خلاص؟ تنعين أسطح المشغولات والتشطيب طيب أهم أجزاءها كانت إيه؟ بنقول جسم الماكينة طبعا جسم الماكينة يصنع من الظهر أو أين كان الخامة بتاعته لأن الماكينة ديت خفيفة بطبيعة حالها أو إن هي متنقلة طيب بتتكون من طارة طابعة وطارة قائدة طبعا الطارتين دوله عبارة عن السوانطين أمامي وخلفه اللي هي بنقول عليها الصنفرة الدبابة وعندي الشريط اللي هو هيبقى السلاح بتاعها اللي هو عبارة عن فرخ الصنفرة طيب وعندي ضاغط الضاغط دوت يا جماعة اللي أنا ببدأ إن أنا يد ببسكها في قلب الماكينة بتاعت الصنفرة وببدأ أضغط على قطعة المشغولات مع اليد لدفع قطعة المشغولات في عندي طبعا زرار في جنب الماكينة لشد الصنفرة وعندي مفتاح لتشغيل وإيقاف الماكينة تعالي نخش على سؤال تاني اشرح أهم أجزاء ماكينة الصينية تعالي نخش على ماكينة الصينية ونتكلم عليها بالتفصيل وأهم أجزاءها هتبقى إيه أهم أجزاء ماكينة الصينية هنتكلم على أول جزء عندنا وهو جسم الماكينة جسم الماكينة ده ثابت عندنا في كل الماكينات يا جماعة بنقول إن جسم الماكينة يصنع من الحديد الظهر المسبوك ومعدل حمل أجزاء الماكينة طيب تعالي بعد ما تكلمنا على جسم الماكينة نتكلم على القرصة القرصة بتتكون من جزئين أمامي وخلفي أمامي وإيه؟ وخلفي يبقى القرصة عندي بتتكون من جزء أمامي وخلفي طيب الجزء الأمامي دوت بيتحرك ببدأ إن أنا إيه وظفته وظفته إن أنا فيه يد لرفع وخفض لإيه الجزء الأمامي طيب ده ليه مستر قال إن الجزء الأمامي دوت لما برفعه وخفضه بناء على تغيير أو صيانة السلاح بتاع الصينية بعمل إيه يا جماعة بعمل عملية تغيير أو صيانة سلاح الصينية عن إن أنا بكشف الصينية نفسها طيب عندي بعد كده بعد جسم مكينة عندي طارة لرفع وخفض سلاح الصينية عندي طارة نفسها مدرجة ببدأ إن أنا أرفع سلاح الصينية على حسب ما أنا هبدأ إن أنا أشتغل على المكينة ببدأ إن أنا السلاح بيرتفع معي على حسب المشغولات اللي أنا ببدأ أتعامل معاها سواء عملية قطعة أو عملية مفحيل أو عملية أفريز طيب تعالي نتكلم بعد كده على دليل المشغولات بنقول إن هي زاوية مسبتة أعلى المكينة بصمولة أو مفاقية بيات غنفرية لتحريك طبعا هي حرة الحركة الزاوية حرة لإيه؟ له حركة مسبتة أعلى المكينة أو فوق صفح المكينة ليه حسب الأبعاد بتاعك الأخشاب طيب تعالي نتكلم بعد كده على سلاح الصينية سلاح الصينية جماعة بنقول يصنع من الصلب الملون يعني هي يصنع من الصلب الملون يا مستر؟ قال إن أنا عندي لون الخشب أو اللون بتاع سلاح الصينية لو هو متل بيبدأ إن هو يسبب إصابات للعامل أثناء العمل على المكينة فاضطرنا إن إحنا نعمله عملية تلوين اللي هي اللون المزري أو اللون المغدرر بحيث إن هو يميز لونه عن لون المتل أو لون الأخشاب بحيث إن العامل ياخد باله من شكل السلاح ويبدأ يتعامل معاه على هذا الأساس طيب الكتر بتاعه قلنا بيبدأ من 17 لـ 150 الكتر بتاعه بيبدأ من 17 ونص لـ 150 إيه المية وخمسين دي قلنا إن الأخشاب عندنا يا جماعة الصينية بتقطع معي زي ما بتقطع معي إفريز صغير وبتقطع معي أخشاب صغيرة بتقطع معي أشجار وبتقطع معي أجزاء كبيرة من الأخشاب فبنقدر إن إحنا نقول إن الصينية طالما باستخدامها في العامل الصغير اللي هي 17 ونص ببدأ إن أنا أقول لغاية الـ 180 صم الكتر بتاعه طيب تعال نقول إن مفتاح التشغيل ده ثابت في جميع الماكينات وبنقول إنه هو يصنع من المفتاح زيتي لتنتصاص الشرز القهربي وتحمل الأعباء القهربية طيب أهم الأجزاء جسم الماكينة الصينية اللي هو السلاح القرصة طارة لرفع وخفض مفتاح التشغيل طارة لرفع وخفض السلاح تعال نخش على السؤال تاني أذكر استعمالات مكينة منشار الأركت تعالي نتكلم على استعمالات مكينة منشار الأركت بنقول إن مكينة منشار الأركت استعمالها مميز شوية مميز شوية إزاي يا جماعة؟ قال إن مكينة منشار الأركت دي بتستخدم في عمل الدورانات الخارجية وتفريغ المشغولات من الداخل يبقى عمل الدورانات الخارجية للمشغولات وعمل التفريغ طيب أه فيه مكينة تقدر تقوم بالعملية دي غير المكينة دي؟ قالك لا هي المكينة دي مميزة لدقة سلاحها وانصراضها بعمل واحد بس وهي عملية الدوران أي دوران أنا عايز أعمله بقدر إن أنا المكينة بتقوم عليه بكل سهولة ويسر اللي هي مكينة منشار الأركت وهي عملية التفريغ الداخلي وعمل الدورانات الخارجية للمشغولات تعالوا نخش على سئلة تانية أذكر أهم أجزاء مكينة منشار الأركت أذكر أهم أجزاء مكينة منشار الأركت تعالوا نخش على أهم أجزاء مكينة منشار الأركت ونتكلم عليها بشكل كبير جدا أو بشكل عام أهم أجزاء مكينة من شر الأركيت نتكلم على جسم المكينة يتكون من جزئين القرصة والزراع وكلما زادت مساحة الزراع كلما أمكن عمل مشغولات بشكل أكبر يبقى الزراع بتاعي بتاع المكينة كل ما كبر كل ما أمكن أن أنا أعمل مساحات أو أن أنا أقدر أن أنا أعمل شغل بشكل أكبر على المكينة خلاص طيب يبقى أول جزء جسم المكينة تكون من القرصة أو القاعدة والزراع وكلما زادت مساحة الزراع كلما أمكن عمل مشغولات بشكل كبير طيب تعالى نبدأ المكية من فوق لتحت أول حاجة نتكلم على سوستة يية يية وهي سوستة من الصلب لإسترداط حركة لإسترداط حركة المكينة يبقى أول حاجة نتكلم عليها من فوق لتحت سوستة يية لإسترداط حركة المكينة بعد كده تعالى نتكلم على لغم توازن عليا لغم التوازن العليا ديت مثبتة من أعلى بالسوسة الياي ومن أسفل بإيه؟ بسلاح الأركض يبقى سوسة ياي لاسترداد حركة المكينة بعد كده لغم توازن عليا مثبتة من أعلى بالسوسة الياي ومن أسفل بسلاح الأركض طيب تعالى نتكلم على سلاح الأركض سلاح الأركض يصنع من أصول بالمارين طوله من 20 ل 30 السمك بتاعه من 3 ل 6 ملي طبعا من 20 ل 30 إيه مستر؟ من 20 ل 30 سنطي من 20 ل 30 كم سنطي طيب السمك بتاعه قال لي من 3 ل 6 ملي من 3 ل 6 إيه؟ ملي طيب يبقى لقم توازن عليا سلاح لقم توازن سفلة قرص من الصلب لا مركزي الحركة زراع التشغيل زراع التوصيل لا مركزي الحركة وزرار توصيل اللي هو بنقول عليه لا مركزي الحركة ومفتاح التشغيل بنقول عليه مفتاح زيتي لتحمل الأعباء القهربائية اتكلمنا معاكم النهاردة في عدة مواضيع من مادة المعدات الصناعية وهي مكينات النقر بجميع أنواعها اتكلمنا على مكينة إيه الحلية وشرحنا أهم أجزاء وأهم العمليات ادينا بعض الأسئلة اللي هي ممكن نقابلها السنة دي من خلال مادة المعدات الصناعية قدرنا أن احنا نتعرف على الإجابة النموذجية لمادة لأي سؤال بيجي لنا بيطرح فيه امتحانات الدبلوم نقدر أن احنا أبناءنا الطلبة تتعامل مع أي امتحانات بشكل كبير جدا من خلال الأسئلة طبعا لو عندك سؤال بيقولك أذكر وقدرت أني انت فيه وقت عندك تشرح اشرح السؤال بيقولك اشرح افشح بالتفصيل كنت معكم أستاذ أحمد عقل المعلم أول الصناعات الخشبية قسم النجارة الأساس إلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله